السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يونس دياب من قناة الفرنسية فيك يونس ودي الحلقة السبعتاشر من سلسلة اللغة الفرنسية من السفر انه هذا ان شاء الله هنتعرف على كيفية الاعتذار باللغة الفرنسية ازاي احنا نعتذر باللغة الفرنسية بسم الله الرحمن الرحيم الاعتذار باللغة الفرنسية ازاي احنا نعتذر باللغة الفرنسية في اكتر من طريقة للاعتذار باللغة الفرنسية ان شاء الله هنحاول ناخذ بعض الطرق تمام بسم الله اول طريقة ازاي اقول اسف يعني انا اسف بغضان 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 ودي بنطلع الانف بغضان بغضان اكسكوزي مو اكس كوز مو اكس كوز مو اكسكوزي مو اكسكوزي مو دي اسف بس للصيغة العادية صيغة العادية لكن اكسكوزي مو صيغة الاحترام اسف حضرتك يعني لو بتتكلم واحد اكبر منك او بصيغة الاحترام هتستخدم يعني هنضيف ايه حرف الزد هنا تمام يبقى اكسكوزي مو اكسكوزي مو الفرق بينهم اني دي بنستخدمها في صيغة انت يعني اعتذر منك انت انا بطلب منك الاعتذار واحد بصيغة انت لكن دي بنستخدمها في صيغة الاعتذار للاكبر سنا او للرسميات اكسكوزي مو اكسكوزي موان طب بنقرارها تاني بغضان بغضان اكسكوزي مو اكسكوزي مو اكسكوزي مو اكسكوزي مو لو كلمة مع. اكسكوزي مع. اكسكوزي مع. اكسكوزي مع. جسوي ديزولي. جسوي ديزولي. جسوي خدناه مع بعض. انا اكون. فعلي اكون. انا اكون متأسف. يعني انا اسف. جسوي ديزولي. طب احنا نستخدم اي طريقة منهم. كلوا بمعنى انا اسف او اعتذر. يعني اي طريقة منهم صح وبتعبر عن الاعتذر. جسوي ديزولي. جسوي ديزولي. هنا ديزولي دي صفة. يعني ايه? صفة بمعنى متأسف. لو واحدة بنت اللي بتتكلم فها بتضيف حرف ال ا اللي هو الخاص بالتأنيس. يعني لغاية هنا نفس النطق. جسوي ديزولي انا اسف ولد. جسوي ديزولي انا اسفة لو بنت. فها تضيف حرف ال ا. لكن نفس النطق ديزولي ديزولي. وا الاختصار انا ممكن بادا ماقول جسوي ديزولي. جسوي ديزولي. انا اسف او انا اكون متأسفين. لا بنقول ديزولي على طول. ديزولي. ديزولي. جنقولهم تاني. باردان. 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 اكسكوزي مع. امسكوزي مع. اكسكوزي مع. اكسكوزي مع. اكسكوزي مع. جسوي ديزولي. جسوي ديزولي. جسوي ديزولي. carne. expansion. ديزولي. ديزولي. ب plata. pense. انت لو انتك عى قول الإعتصار انا كارد خالده. بارد عليهم لو انتك رديت بالقبولiber%. الاعتصار انا اطلعيكم بقي أصوه من پήل انا when甥تك. هتقول داركتين يعني با غراف يعني ليس الامر بالخطير يعني مفيش مشاكل الامر مش خطير خالص على اساس ان حضرتك يعني تعتذر لي فهتقول له با غراف 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 حاجة مع صديقك وحابب تعتذر له يعني اخطأت مع صديقك حابب تعتذر له فهتقول له اسف يا صديقي ازاي نقولها بغضان مون امي بغضان مون امي بغضان مون امي طب اسف سيدي اسكوزي مو موسيو يعني مثلا اتاخر على الكوغ بتاعك عن الحصة وهكذا يعني الاعتذار عموما بشكل عام فحابب تعتذر هتقول اكسكوزي مو واضيف كلمة موسيو اللي هو اسف يا سيدي اكسكوزي مو موسيو اكسكوزي مو موسيو اكسكوزي مو موسيو والموقف ده او اي موقف منهم يعني الاعتذار ممكن بنستخدمه للطلب الشيء يعني يعني مثلا المدرف بشرح في نص الشرح كده وحابب انت مش فهم حاجة فيها تقوله باردو موسيو اكسكوزي مو موسيو وهكذا تمام اخر موقف حابب تعتذر لأخوغ فا هتعتذر ازاي جسوزي دزولي من فرر جسوزي دزولي من فرر جسوزي دزولي من فرر انا آسف يا أخي تمام؟ نقولو مآخر مرة باردو 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 جسوزي دزولي دزولي انا آسف جسو باردو جسو zero مون موسيو باردو موسيو باردو موسيو باردو موسيو باردو اخي تمام؟ وبكده يكون وصلنا لنهاية الحلقة ياريك لو عزبكو الفيديو نضغط لايك والاشتراك في القناة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انافيني